قلنت الأمم المتحدة تمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين إضافيين مشيرتان إلى أن الاتفاق يتضمن التزاما من طرفي النزاع بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع وقال المبعوث الأممي لليمن هانس جراندبرغ إن مقترح الهدنة الموسع سوف يتيح المجال أمام التوصل إلى اتفاق على آلية فعالة لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين بشكل منتظم بالإضافة إلى فتح الطرق في تعز وتسير المزيد من وجهات السفر من وإلى مطار صنعاء إلى جانب توفير الوقود وانتظام تدفق عبر موانئ الحديدة